اشتركوا في القناة لجمعية الصحة العالمية لطالما كانت مملكة البحرين وما زالت حريصة على العمل المشترك مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير أداء النظم الصحية وتعزيز الأمن الصحي لذلك تم انتخاب رئيس وفدي مملكة البحرين سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في دورتها سادسة والسبعين رئيسا للجنة الرئيسية ألف التابعة لجمعية الصحة العالمية والتي تعنى بالمواضيع التقنية المهمة مثل الأنظمة الصحية والتقطية الصحية الشاملة والتأهب والاستجابة للطوارئ إلى جانب إدارة الجلسات وإقرار توصيات المواضيع التقنية والفنية المتعلقة بالصحة حول دول العالم انتخاب مملكة البحرين لهذا المنصب الهام والتي تشقله للمرة الأولى يأتي نظير جهودها وتعاونها المتواصل مع منظمة الصحة العالمية من خلال تنفيذها عدة برامج مشتركة لمجابهة مختلف الظروف الصحية التي تواجه العالم إلى جانب ما تتمتع به البحرين من منظومة صحية متكاملة تواكب آخر المستجدات العالمية